نحن أولياء الدم وعوائل الشهداء على أن هذه الخطوات والإجراءات لن تثنينا ولن تثني أبناء شعبنا الصابر عن مواصلة طريق المطالبة بالحقوق الأصلية وعلى رأسها حق تقرير المصير ومحاكمة قتلة أبنائنا محاكمات عادلة تقتص من القاتلين وإن علماءنا المخلصين ورموزنا المبدئيين خط أحمر لا نقبل المساس بهم وبمقامهم وعلى رأسهم سماحت آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله وإننا إذ نجدد مطالبنا بالإفراج عن جميع المعتقلين وإنصاف ضحايا القمع والقتل من قبل السلطة